بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم قال شيخ الإسلام الإمام ابن التيمية رحمه الله تعالى العقيدة الواسطية صفحة 132 وقوله تعالى وهو الغفور الودود وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسأت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله ورحمتي وسعت كل شيء وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الشارح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تضمنت الآية إثبات إسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود أما الأول فهو الغفور مبالغ في الغفر ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم اللهم اغفر لنا يا رحم الراحمين وأصل الغفر الستر ومنه يقال الصبو أغفر للوسخ يعني صبو الثوب يتحمل الوسخ ومنه المغفر لسترة الرأس الذي يجعل على الرأس عند الجهاد مغفر لسترة الرأس فالغفور الذي يستر عباده المذنبين ويتجاوز عن مؤاخذتهم إذا تابوا وأنابوا إلى الله أزوجل وأما الثاني الودود وهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه الود خالص الحب وألطفه وهو إما من فعول ودود على وزن فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم من أصله لهم ومعونته وإما من فعول ودود بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه الذي يحبه العباد لكثرة إحسانه المستحق لأن يودوه أي يحبوه لأن يوده خلقه ويعبدوه ويحمدوه سبحانه وتعالى ونؤمن بأسماء الله الغفور والودود وكل ما جاء في الكتاب والسنة على ما يليق به سبحانه وتعالى وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات وقد تضمنت إثبات إسمه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الإسمين وبيان الفرق بينهما وأن أولهما الرحمن دالٌ على صفة الذات الرحمن دالٌ على صفة الذات والثاني الرحيم دالٌ على صفة الفعل يرحم عباده المؤمنين سبحانه وتعالى وقد أنكرت الأشاعر والمعتزلة صفة الرحمة الأشاعر والمعتزلة من أهل البدع أنكروا صفة الرحمة بدعوة أنها في المخلوق ضعفا وخور وتألُّم للمرحوم وهذا من أقبح الجهل فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء فلا تستلزم ضعفا ولا خورا بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هم ومن هو أضعف منه وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها فالأشاعر والأشاعر والمعتدل ينفون صفة الرحمة وهذا من ضلالهم فلا بد أن نؤمن بأنه رحمن رحيم جل جلاله على ما يليق به سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وقوله وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم قوله وأثنى على أوليائه المتصفين بها أي بالرحمة وأمرهم أن يتواصوا بها قال المعلق إن الله أمر بالتواصي بالمرحمة فإن الذي في القرآن خبر عن صفات من اقتحم العقبة والأمر مستفاد باللازم لا بصيغ صيغته المعروفة قاله ابن عثيمين رحمه الله وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم من كلام الله أذى وجل حكاية عن حملة العرش الملائكة حملة العرش يدعون يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم حكاية عن حملة العرش والذين حوله عليهم السلام يتوسلون إلى الله أذى وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين وهم وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء جل جلاله ونصب قوله رحمة وعلماء على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاء اللهم ادخلنا في رحمتك الواسعة بالدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد الله أوجب على نفسه الرحمة جل وعلا وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين رحمهم الله إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين في الدنيا والآخرة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات فرحمة الله للمؤمنين ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاء والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هذه الصفات من اتصف بها وهو من المرحومين اللهم جعلنا منهم يا ارحم ارحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وأما قوله عز وجل فالله خير حافظ فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص ويعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم احفظنا من كل سوء يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمان قال الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والمقت الغضب قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا وجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم أي لما أغضبونا وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون نؤمن بهذه الصفات على ما يليق بالله عز وجل قوله رضي الله عنهم تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف وهي هذه الصفات عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق بل هي على ما يليق بالله جل جلاله فلا حجة للأشائر والمعتزل على نفيها ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم وأوقعهم في حماءة النفي والتعطي فإثبات الصفات لله إنما هو على ما يليق به ليس كصفات المخلوق والأشاعر يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا فالرضا عندهم إرادة السواب والغضب والسخط إرادة العقاب هذا تأويل لا يجوز التأويل بل نؤمن بالصفات على ما يليق بالله جل جلاله وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب الرضاء يقولون الثواب الغضب يقولون العقاب وينفون الصفات ويؤولونها نسأل الله السلام فيجب أن نؤمن بأسماء الله وصفات الله على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضو عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضاء والمحبة أما رضاه عنهم وهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر اللهم إن نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وأما رضاهم عنه وهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كان وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي وذلك في الجنة وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ متعمدا احترازا من الخطأ وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد وقيل الخلود المكث الطويل واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله صلى الله عليه وسلم واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعيا عليه بها وقد استشكل العلماء رحمهم الله هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا الذي يرى أن قتل المؤمن حلال فهذا كفر قال المعلق ينبغي أن يعرف بأن الجواب الأول باطل كان لمن كان مستحلا فإن مستحل قتل المؤمن عمدا كافر سواء قتله أم لا وأن الجواب الأخير فيه نظر لأن المعروف أن الخلود المكث الدائم ثم إن تصويره إمكان أن لا يجاز بأن يتوب أو يأتي بحسنات ماحية فيه قصور لأن أسباب عدم المجازات لا تنحصر فيما ذكره ولعل ما ذكره مثال لا حصر قاله ابن عثمين رحمه الله تعالى الجواب الثاني أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوز مع إمكان أن لا يجاز بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيد الجواب الثالث أن الآية واردة موردة التغليظ والذجر الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعا إلى أن القاتل عمدا لا توبة له حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخ شيء والصحيح أن على القاتل حقوق ثلاثة قاتل المؤمن عمدا عليه ثلاثة حقوق حقا لله لأن الله حرم قتل المؤمن وحقا للورثة لأنه حرمهم من قريبهم وحقا للقتيل أنه قتله فحق وحق الله يسقط بالتوبة إذا تاب إلى الله يسقط حق الله وهو بالتوبة وحق الورثة يسقط بالاستفاء في الدنيا أو العفو إما القصاص أو العفو وأما حق القتيل نفس المقتول فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني اللهم احفظنا نسأل الله العافية والعياذ بالله من الفتن وأما قوله تعالى فلما آسفونا فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط وهو المراد في الآية فلما آسفونا أي أغضبونا والانتقام المجازاه بالعقوبة مأخوذ من النقمة وهي شدة الكراهة والسخط وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر فيه إثبات اتيان الله على ما يليق به يوم القيام وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها وقوله وقوله كلا إذا دُكَّت الأرض دكًّا دكًّا وجاء ربك والملك صفًّا صفًّا صفة المجيء على ما يليق بالله وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا قال في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه وهما صفتاء الإتيان والمجيء والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته الله يأتي إتيانا يليق به يوم القيام ويجيء مجيءا يليق به يوم القيام والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد أي ميل عن الصواب وتعطيل ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر يعني الداعي إلى التعطيل وهو المدعو بزاهد الكوثري قال في حاشيته قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهق ما نصه قال الزمخشري ما معناه إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفضع وأهوى أول إتيان الله بإتيان العذاب هذا تأويل باطل وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله أن أولوا إتيان الله بإتيان العذاب أو بإتيان الأمر وكل هذا تأويل باطل وأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل قال هو محمد زاهد من الحسن بن علي الكوثري جركسي الأصل فقيه حنفي متعصب جهمي المعتقد جهمي المعتقد حاقد على أهل السنة كتبه تطفح بسبهم وشتمهم ولد سنة 1296 هجري وتوفي وتوفي سنة 1371 وهو من المؤطلة الذين ينفون الصفات والعياذ بالله الزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري مفسر لغوي معتزلي ينفي الصفات صاحب الكشاف في التفصيل والفائق في غريب الحديث توفي سنة 538 وهو من المعتزلة الذين ينفون الصفات والعياذ بالله على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من ذات تلك التأويلات فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم وذلك يوم القيامة ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر فالله يأتي لفصل القضاء بين العباد إتيانا يليقا بجلاله تبارك وتعالى والآية الثانية أشد صراحة إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة عليه السلام وإتيان للرب عز وجل وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى وقوله في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا لا يمكن حملها على مجيء العذاب لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادت الآية الأخيرة وهو سبحانه يجيئ ويأتي وينزل ويدن وهو فوق عرشه بائن من خلقه فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة ودعو المجاز تعطيل له عن فعله واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نذوع إلى التشبيه يفضي للإنكار والتعطيل أي لا نشبه مجيئه ولا إتيانه بمجيء المخلوق بل نقول على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه تبارك وتعالى تضمنت هاتان الآيتان إثبات ثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تخصى كثرة وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو السواب أو الذات يؤولون الوجه يقولون الجهة ويقولون الوجه السواب ويقولون الوجه الذات هذا كله تأويل باطل والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة بل هو صفة لله على ما يليق به فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه ولا يشبهه وجه والهو على ما يليق بجلال الله وعظمته تبارك وتعالى واستدلت المعطلة المعتذرة والجهمية بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاف ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصل ثابت الموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملذوم إلى لازمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر